السلام عليكم الحضور الراكي المحترم من فضلكم لايك واشتراك في القناة وكمنت حلو منكم اختكم محتاجة دعمكم زواج الفنانة ياسمين صبري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ولن تصدق من هو العريس وجنسيته الفنانة تنشر فيديوهات مع اخيها نور بعد طلق الفنانة ياسمين صبري من رجل الاعمال ابو هشيمة الكشف عن العريس القادم في احدى الظهور لها ظهرت الفنانة ياسمين صبري ونشرت مقاطع فيديوهات على حسابها على الانستجرام وظهرت من خلاله بدون ميكياج مع شعر مفروض على كتفيها وارتدت تيشيرت لونه ابيض وبعد نشر الفيديو انهالت التعليقات من المتابعين معلقين على جمالها وملامحها الطبيعية بعد العودة من زيارة الامارات والسعودية التي ظهرت من خلالها وهي ترتدي الحجاب بداخل جامع الشيخ زايد في دبي واصلت الفنانة الجميلة ياسمين صبري عطلتها والاستمتاع بوقتها وقامت بتوسيق بعض الصور مع شكيكها ادم وهوايتها المفضلة سيد التيور وهي مرتدية بدلة سيد كاملة وظهر اخوها مرتدي بدلة سيد ايضا وعلق المتابعين على مهارتها في السيد التيور ومش سيد التيور فقط سيد حبيب جديد يدخل في حياة الفنانة ياسمين صبري بعد رجل الاعمال ابو هشيمة والتي كشفت صفحة شار بليتا المهتمة بشؤون الفنانين واحدث اخبارهم وكتبت على حسابها على الانستجرام من هو حبيب الممثلة المصرية ياسمين صبري وكشفت الصفحة ايضا واكدت ان الفنانة ياسمين صبري تعيش كسة حب سرية مع رجل الاعمال وان ياسمين صبري تعيش اجمل ايام حياتها العاطفية حيث تعيش علاقة غرامية سرية منذ فترة مع اغنى رجال الاعمال الكطريين المنتمين لعائلة بني علي وهي عائلة تملك وكالات عالمية ومنها وكالة العلامات التجارية كارتير العريقة من منطقة الشرق الاوسط فهل سيتم ارتباط رسمي زواج يعني زواج علني بين الصنائي ام ستبقى هذه العلاقة سرية وبعد نشر فيديوهاتها مع اخيها ادم انهالت عليها التعليقات منها تعليقات سلبية وتعليقات ايجابية بسبب احداث الموجودة حاليا في غزة ومنها والله ياسمين وعية بتضرب ضربات قوية واخرى هالبنت مبتوعة الا وقفة واخرى البنت صيادة مهرة ومن التعليقات السلبية ما عندكش تقدير للظروف وكمان شخص غير داعي من القضية الفلسطينية مش مهتمة وما فيش مشاريع عير ولا تقدير اشتركوا في القناة